موسيقى 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 النهاردة الحد اليوم الوف داي بتاعي مافيش يوجه وفوق البعض اتشل قاوت واصحب راحتي انا معتادة اصحى بدري بصفيتر مع دوق النهار انا بشيف السبير والقوضة مفتوحة عشان اصحى كده واحدة واحدة مع نور النهار كده واحدة واحدة شوفتوا السرير بتاعيدي ازاي بتحبوا النوعية دي من السرير تحسوا انتون ايين جوه صحيبة كده بصراحة في الاول ما كنتش بحبوه بس ادي خلاني احبو بيقولي داي بوست البايز عمي بقالي انه ما شوف تحسوا بيقولي قدقت لما انام بيحس ان انا مقصة صحيبة باشين انا اذا بيتفتاح السرير حتى في يوم الأوب دي يا جماعة بحب أعود أكتب أفكاري وإيه الحاجات اللي أنا مفروض يعني أنا عندي كراصة كده كراصة عادية خالص بعمل هنا الصفحة بعمل مفروض أعمل إيه ده اللي حاجات اللي أنا أندسان بي راح بدي صفحة جديدة بكتب هنا الحاجات اللي أنا مفروض أعملها النهاردة حتى لو يوم أجازة وبكتب هنا إيه الحاجات اللي أنا مبسوطة منها جريت فلفورات عشان لما بتعودوا بتترددوا على نفسكم الحاجات الحلوة والإنجازات والإنجازات اللي هم تحققتوها بتجيبوا طاقة الجاز بتاعتكم بتسحب حاجات حلوة أحلى يعني لو قلت إنها سعيدة هتبقي سعيدة أكتر لو قلت إن أنا محظوظة الحظ هيجيلك أكتر لو قلت إن أنا يعني إجزيبوا الطاقة الحلوة دائما رددوا على نفسكم كلام بوستر عشان يدلكوا الأعلى والأحسن هو عدلوقتي أكتر للمفروض الحاجات اللي أنا أعملها النهاردة حتى لو هي حاجات بسيطة بس إنما بتكتبوها على ورقة بتحسوا كلا بريليب وتحسوا إنهم مبسوطين وتحسوا إن كل التشويش والبرينسترومنج الدوشة اللي جوا دماتكم دي كلها بتطلع على الورقة فتحسوا إن هي خلاص أوكي مرتاحة نفسية فأنا من الحاجات اللي أثرت على حالتي نفسية بالبوستر بالإيجابة كتير استحيان بدلي بحس إن دا الوقت بتاعي محدش بيعملي بيزاعدني حتى زوجي عمز الأطفال بحب أصحى قبلي كتير عشان أنجز لإن أول ما بيصحى شايمة أنا عايز كافي شايمة أنا عايز شايمة أنا عايز سموزي بول شايمة أنا عايز ما بيبطلش طلبات أو عايز يطلع بره يعني حاجة فلازق فيها زي الأطفال يعني نحبش روح مكان غريب وخاصة إن إحنا هنا بنسافر فمن نشغل بعض يعني فبحث إن أنا عايزة وقت دا بتاعي حتى قبل ما قادي يصحى بصحى بعض من الروتين بتاعي حتى لو القف داي بتاعي أنا بصحى بشكل طبيعي صبحي يعني مش بجبر نفس يعني أنصحك أنا مش عايزة كبيرك على أي حاجة أصحي براحتك أصحيش على منبه أصحي مع ضوء مع ضوء النهار واحدة واحدة ضوء بيطلع كده في شكل تدريجي أنت أصحي معاه بشكل تدريجي دايما شغلوا السنسور بتاعك وخليكوا كده مدمجين مع الحياة والطاقة القونية والحاجات اللي حاولينا استحاب والبحر والكواكب والأمر والشمس والنجوم الحاجات دي كلها جماعة لها تأثير على نفسياتنا كتير جداً تحاولي دايما من جواكي مشغالة الطاقة الإيجابية عشان تسحابي إيجابيات أكتر لحياة ده معادل سكين كير بتاعي كلمتوك قبل كده عن فوايط الجوى لشوها مهمة جداً الجماعة بتعملوا حركات كلها بيها لوشوكم مساج مهمة جداً أنا غسلت وشيه بالغسول اللي الدكتورة كتبهولي هادي ثلاث كلمات باستخدمهم على مدار اليوم أنا ده الوقت هستخدم لما يسير ده رحبه قوي برشتي خساسة يعني للتغيرات الجوية مع السفر وكده عندي هنا حباية كده طلعة مبقبقة فبقوم استخدمها عليها بيتونويد ده جميل جداً يا جماعة ده فظيعين والحباية دي كانت أكبر من كده كده بكتير من بعد منام حطيت بس شوية كده على الحباية اللي هي إيه لسه طلعة سخنة كده جميلت هوت شوكولت في البيت جابت هوت شوكولت نوع ألماني تضيعها 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 أخا اللي حبس هنا هاي يا جماعة الساعة دخلها بقت عشرة ونصف ونسى هذا السرير كوتيوب بطيتو هذا بتفرج على اليوتيوب على فيديوهات الفيديو تحت أول الصحية ساعة 5 وصف يعني أنا بحب عضة يوتيوب بالنسبالي هو النتفلكس التايب بحب اليوتيوب جداحب أتفرج على الفيديوهات كيف تكون هذه غير بوس والكلام ده كله ولكن لما بجيوني متوفيشن انها أكمل وأحقق أكثر انتو من النوعية دي اللي بتحب تتابع النوعية دي من الفيديوهات بتتفرجوا ايه علي يوتيوب اه عشان كده انا بحب اعمل فيديوهات يوتيوب من زمان جدا من قبل العشرينيات بتاعتي لا اول العشرينيات بدأت اتابع اليوتيوب كنت مهووسة بيهم جدا ما كنتش مدخلة ان انا يجيوا ما يبقى عندي القناة بيهم اكتبوا لي في الكومنتات اي نوع الفيديوهات اللي تكتبوها على اليوتيوب خلاص يا جماعة الساعة دخل على 12 قررت لازم اقوم احرك نفسي واروح اكل بس كده احط شوية حاجات كده ده احط ميكة خفيف احط زيت على شعري الزيت ده رحته فوزياء رحته فوزياء كنت اعمل شعري تفيرة من احلى بكرارات اللي اخدتها في حياتي قبل المسافر ان انا كنت اعمل زي بويتين لشعري عشان يبضل طول الوقت مفهود انا شعري بيهيش كده شبه القش بس استحمى اخسره بالشامبو ويرجع تاني ليس فلما بحب اعمله كرلي بعمله ضفير كتير شفته هو كده الواحد هو ضفير طبعيه انا اقررت بس اروح افطر واجب شوية طلبات بالبيت وارجع اكمل قاعد عصيري شفته انا قاعد عصيري مربعه ده المكتب بتاعي شايفين بصبع عشان انا رموشي طويلة كفاية بس بيتان ملتحت فبجيب الايلاش كورلر اجيب الولاعة دي تركت على الامتهى فالواقب وسخان كده الطرف بس تبعدوا عن البلاستيكية تمام؟ وبعد ما بتخلصوا بتهووها كده وتمسحوها عشان تبغط شوية وتحسوا كده ايه ان دركة حارتها تمام اتجيبوا ان يكون تفتحوها وتمسكم رموش وريمه من البدور العين التانية هتتسخن ممكن تعملوا الولاعة شايفين رموشي متنية زي و احلي هتحبوا عن نص كده الرمش وحاول اجيب الاطراق اجيب الاطراق شايفين 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 يجيوا انه لون فاتح شوية وتخطوا على نفس الدرجة اي لالا بجايد بحب جدا ده بقال ومسلاة سنة مع اخي مش حاجة بتخلص ويجيب مسكرة احبوا عن طريقة بتجابعة من تركيا بقالها تقال سنتين اخدكو في طورق وقوة المحل هناك يلا بنا ثمانا ارى انسى طبعا يا جماعة كيف السنين على نفسي مش عديده طبعا قلت ان انا هاكل مش مشتهية اكل جانج هاكل الاكل صحي النهاردة وفي الاف دي بتاعي بس صراحة لأ للوقت نفسي على الاكل الورونج يعني اكل الشعبي بتاعهم مشروع صغير من كل الاهل يعني كل بيت كده بيعرفت هنا الاندرسيين بيعرفت بحقوة جدا فبيعملوا زي فاترينا كده فيها الاكل بتاع البيت بتاعهم بيأكلوا اهل بيتهم وبيأكلوا الناس يعني بتدفع فهنجربوا انا بحبه جدا انا جربت قبل كده يعني بصراحة طعم لازيز جدا فيه منه او الناس اللي بتحب اللي هم عايزة نهاية هذا الفطار بالتاعي مع مصصحي خالص لا تسمعوش كلامي انا بتحكي القطر بتحوني اشترك انا كم الشوكة كده بسهولة سوس بليس هوت سوس تشيلي يأكل لكم اكل سبايسي. الاكل مش هيجبكم فبالتالي مش هجيهم تاني بس اما معرفش انه سبايسي فهعمل لنا كرحة في المعدة مش هنقدر نيجي تاني. خلصت يا جماعة اكله خلصت طبقة كله انا قلت ان انا هسيب شوية روزة في الاخر بس ما عنديش دم يعني خلصت 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 يعني موت الطبقة. طريقة جدا من احلى الطرق اه هنا في الموساة بحب اسول السكوتر عليها. انا فاتحك كاميرا طبعا غلط بس انا عادتا ان الشرع ده مفروش اسكوترز كتير. فحبا اوريكم الحاجة اللي انا بحبها. اه وصلت المحل دمع ايلاند ريش. هايز بس اقول لكم ان الاكل الاندينيزي عشان بيستخدموا في ملاسز اللي هو العصر الاسود. بيستخدموا سورة سوس كتير. بيستخدموا الشطة فبيستخدموا حلوة قوي. وحاجة يعني. فده بيخليكم تشتهوا تاكلوا اكتر. اه في دماغي انا عايزة ايه? انا لسه اشق من جعانة مش عايزة اكل تاني. بس انا من الاشخاص اللي هو من كل ميت قرار. من كل ميت قرار لبطني. بس اجيب بس القرار. يعني مش كل يوم ما باكل الاكل ده بس كل فين وفين. فخلاص انا خدت طبق. هو طبق. اه بطني باقى تقول لي لأ كمان واحد النهار ده لا هو خلاص في كنترول. بس لحب يتوضح الموضوع ده. وكمان اه عايزة اقول حاجة. اه لما بتاكلوا اكل هلسي. اه بيتلاقون في التست. يعني ولا هو طعم موحش ولا طعم مدهن ولا مشاتشات ولا حلو. بتلاقوا الطعم اللي هو الطبيعي المعتدل ده ما بيخلكوه الشجوع او تحسوا لان انت لو كانتوا حاجة مشاتشاتة بتحسوا ان انت عايزين حاجة محلية. فلو كانت حاجة محلية عايزين حاجة مشاتشاتة فهتبضله في الدايلة دي. فالاكل الهلسي بيخليك في في المستوى الطبيعي فكده ان انت بتاكل خلاص هتحسيش ان انت عايزة تاكل تاني. اه ده جامعة كل حاجة هنا اورجانيك وطبيعية قدار فاكهة وبيعملوا اه 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 عصاير فريش فريش اه اه وحاجات اه يعني هوم ميت حاجات طبيعية بيعملوا بتحينة كل حاجة طبيعية. فان هصبر لكم بسرعة كده حتى الحاجات دي كلها جامعة معمولة طبيعية هنا. حاجات بسيطة اللي بيستوي ردوها يعني. في بقى كل حاجة هنا فروزن. عندهم قصاي. جيبوا القصاي القصاي ده يجب معنا. قدام السفحة اه لا جيبوا قصاي انا مش مسبقة نفسي. طبعا بجازم ااخد واستري منه. انا مش مسبقة نفسي. اللي بمانا مش مسبقة نفسه. المترجم للقناة 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 اشتركوا في القناة انا قريبت عارفة ساعات عادة عاصرية بعمل ادات للفيديو عملتكم فيديو جديد على القناة انزل على القناتي على يوتيوب بصراحة انا بحب اللي انا بفهم وبسوطة بالوقتي معد الغروب ان بجدد فهروح بسرعة اخد بعدي واروح اتغدى اكل هندي دال لنتل عدس وهاتماش غاية هناك يعني شوية تمرين كدا ولا رجع بقع جيم مياه لاني ماديش مياه خالص ده احلى وقت للبادل بورد يا جماعة بتعادة انا وقتي بننزل الوقت ده بس يبقى البيض الوقتي وروح ننفل العشرة بتاعنا وهجبكم الماء شوئة ده المكانة اللي انا عايش بي ممكن ننزل البكورب الليل لو هي كالدخي انسان بيتبقى الماء دخلص دكسينتر مسعادة ممكن ننزل رائح انا عزمة نفسية عايشة اخدتش كوفي مخدش كوفي النهاردة اخدت بلايك الصوف كده عندي في البيت وانا ماشي قبل ما رحل العشرة جيد على احسن مكان هنا بيقدم جنب بيتي هالبحر على طول سبعت القهوة بيجا ايكم دوفي دوفر الوان سانا قصتها كلها لانها بكسر بس بحعمل حاجة جديدة من احلى برطل حاجات القرارات اللي انا خدتها حاجة في السفر ان انا بعمل دوفر بسنائي عجال لو بيعد بالسبوعين بالتلاتة انا بيعد معايا بالشهرين حتى لو بصيت وتلاقي بدائيتنا سانا دوفر دائفة تتكثر وشايفين المسكرة المسكرة البحر هل تشعر بخير؟ أبداً لا أشعر بخير ولكن لم أكن لدي أي كفاين اليوم وهذا هو اليوم لذلك فقط أشعر بخير شكراً تسأل لي تعالك إتنامي عندما أحب الكافي وأخبرها أنني لا أشوفهم في أخر ولكنه هو اليوم وأنا لا أشعر بخير وأنا أشعر بخير لا أشعر بخير أشعر بخير مرحباً أتمنى أن أصابي هنا أريد لنتل دال و بارسا بارسا بلو شكراً شكراً مرحباً مرحباً أنا و نفسي عارفين أغنيت أخذني و أدلعني و ده الغروب شايفين الجمال؟ شايفين السحاب؟ متاعونيكم جماعة معي شكراً أنا لما أحس بالسعادة والله دايماً دايماً أقول يا رب يا رب البنات اللي عاشت نفتة جلوبتي و طفولتها كانت صعبة و قاتت في حياتها يا رب تحس بالفرحة اللي أنا فيها الأيام دي يا رب ربنا لكم أحلامكم يا رب تلاقوا فتحة تشريك حياتكم يا رب تتحقق أحلامكم وتنجحوا وتعملوا بيزنس وتكسبوا فلوس كتير وتنجحوا في شغلكوا في دراستك وأتفر انت بتعميلوا إيه دا اتمنالك والسعادة من كل قلبي و انت كمان اتمنالك والسعادة ماشي عينكو عينكو عشان دايماً صاحب يقوليش هماء داي خبي لأ أنا في فرحة حب أن أنا أوري حب أن أنا أوري عشان الحياة حلوة تنفعوا بيها حبوا الحياة حبوا نفسوكو قدروا نفسوكو اكبروا عايض والله شكراً أصبري شكراً هيا دالت راسة بريد هاي يا جما أعدت وأكلت ونسجمت وعتص مع بعضيني وصرحت مع نفسي في منظر التحيل هروح البيت بالوقت يلا بينا رواح سوا صراحة ما قدرتش هتمشى ولا أحرق أي حاجة من اللي أكلتها النهاردة خلاص يلا اعفو اعفي عن نفسك يا شايماء عشان أنا يعني منو اللي أنا بجلد نفسي خلاص بكرة بكرة هبتدي كورس الاريا اليوغا فخلاص يلا دلعت نفسي وأكلت اللي نفسي في عينها ما أنا ما افتردش قوي بس اشتايا تحت البيت يا دوباك هاخد شاور وهتحضر للنوم أقرى شوية قبل منام ورفزها بها النوم ساعة دلوقتي 8.30 على ما بتخلص نايت روتين بتاعي والكريمات وأخد شاور وأقرى شوية هتكون على 9.30 كده أنا بنام بادري عشان أصحى الساعة 5.30 أشوفكم في الفلوك جديد تنسوش تتعمولي بالسبسكرايب وتعملوا فالو للإنستجرام بتاعي وعندوك أي أسئلة أو أي سبصال تتبوه لي في كومنتات تحت أشوفكم بكتبتك باي باي موسيقى 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 موسيقى